اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم البعث والنشور أما بعد بانيكم ليزك يون منينو الشيخ محمد أبو زهرة سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي أكاين دليا وقسيما إن كلام أبي زهرة هذا مع كونه يدل على موقفه من قضية خلق القرآن وتصوي به الصريح من حيث الحجة للقائلين بخلقه حكيكا منينو هايا يا أبو زهرة پموجة نقوامب ينطونشا مفانو ومسيما مواكي كاتيكا سواذا لكومب وقرآني نقوامب كومجب وحوja ييي أبو زهرة أبيو نقوامب ونوسيما قرآني يمونوا وقساوا الشيخ أنسيما يدل على منشا القول بعدم خلقه بيا ينفاها ميشة من نهاية موانزو وهي قول يكسيما هم القرآني هايقون وإمتو كيوا به قوله وأنه فكرة النصارى ومهين فكرة يكي كريستو روّج لها النصارى المنبثون بين الكمة لتكون جسرا يا عبور عليه تعبور عليه عقيدته hii ilipigi wa debe na wa kristo wa zamahizo ambao walikua wako wakiishi pamuja na wa islam ili iwe ni daraja ya kufushia itikadi yao ya kumba nabi Isa hakungwa wa shaykhina sallam وقد وجد وجدت هذه الفكرة رواجا عند دهماء الناس الذين يتبعون كل ناعق ويهتفون لكل قائم فكرة hii imipata soko وواتو دهماء الناس واتو ambao hawano guwoni wambani ambao kila anabiga kileli wanamsikiliza na kila anasema wana mtagiya sikio insha'allah layutuh shihaba tutukujakun lilakat kasihim yagina wa sallallahu ala khairi khayri khaykhih muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin alimun bittin fakr wabtihaj ya mithala hamila dina rashad ahmedun ya shaykhana nura lana ya fakihan taya al rab l'ayba kd sama mhm